تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 67 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط قرابة 55 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط 712 قضية من بينها 54 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في مجال قضايا المخابز